تشاهدون الآن فاريق الجدعان ريليستيت يكشف أسرار أكبر مشروع سياحي في قلب ميدان التحرير والذي ينفذه تحالف كيرو هاوس العالمي والذي يضم 8 شركات عقارية عالمية كبرى بتكلفة استثمارية تتجاوز 240 مليون دولار مجمع التحرير المبنى الحكومي الأشهر في مصر واللي عمره بيتجاوز السبعين سنة النهاردة الدولة قررت وبشكل حاسم تنفذ خطة لتطويره بالكامل يعني تحقيق الاستغلال الأمثل لأشهر موقع في قلب القاهرة الدولة أسنلت ولاية مجمع التحرير لسندوق مصر السيادي وده الكيان المعني بالاستثمار في الأصول المملوكة للدولة والهدف تحويل مبنى مجمع التحرير لأكبر فندق تاريخي سياحي في مصر والشرق الأوسط وهيكون اسمه كيرو هاوس وده بحجم استثمارات تتجاوز الـ 240 مليون دولار وبالمناسبة هيشارك الدولة في خطة تطوير مشروع مجمع التحرير تحالف عملاء من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التطوير العقار لأن تحويله الوجهة السياحية هيتضمن إنشاء 500 وحدة فندقية فئة الخمس نجوم ده غير حمام سباحة ضخم على الروف وكمان قاعة كبرى ووجهة مذهلة على ميدان التحرير تعالوا في البداية نقابل السيد راندال لانجر رئيس مجلس إدارة مجموعة Global Business Ventures واللي حيشرح لحضراتكم تفاصيل خطة تحويل مجمع التحرير لأيكونة سياحية كبرى في قلب القاهرة خلال 31 شهر ركزوا معي كيف حيث تتركك تحويل المتخصصة الثانية بالنظم؟ البداية السبب في بداية اليوم أصبح مجموعة 30 ملعبات في مجموعة 10كواقع المتخصصة في الكبير في صباح المتخصصة لقد vi انصر محلوك كلابنا في تضافة ملعقة لتعرفة المنزجن من المنزجي لنا المنزجن من المجموعة إلينا ما أعتقد أننا جميل مجموعة نحن نزل معنا معاً بالعشرة مع التابعة من المساعدات المتحدة من الخطأ من أكثر من شكاؤها من أعتقد أن تكون أحد أكثر من أشكاية الموجودة ومن المصدرين في خطأ التابعة ومن المبتدين لهم وضع على حقاً من نوعاتنا لذا كنت أشعر المساعدة من المتحدة في البعض حسن؟ نعم عملا المشاهدات من المترجمات لديه المجال أصدقاء والمشاهدين معلومات القادمة هذا هو أولاً تحديث في الإجابة؟ هذا هو أولاً تحديث في الإجابة؟ يمكنك أن تخبرنا أكثر عن تحديث عن تحديث في العالم؟ نحن 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 في الولايات الأساسية على التحديد إخارات التحديد إخارات الهتوارية على المناسب المعارضة بمكترات معرفة العالم موجودة في مكان الوسط قبل three about ten thousand units in chicago part of putting the team together we needed a high quality hospitality operator so we brought Oxford capital in oxford has done 13 thousand units to the 2 about 4 billion dollars so there 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 are a brand there there the expert in hospitality development my expertise I believe is helping to put the team together and my experience in ومع مددانيات ات مشكلة فلت على خلاصة مدانة الفجت ألي؟ الشخص الأن الخصوص الخيروة في الوطن خيروة حاسية تتحدث في فيل تيبا ومما توب الشركات بكل تأمر لذلك فترة من الخلاصة مدانة which 외قب أن الناس المشكلة التشايدة التشايد حالي؟ تشايد التشايد في الناس المشكلة للتشايد الأخرى في التشايد هم بتبريدكت القليل على المشكلة سننفيذ المشكلة والناس المشكلة بهم حدود نحن كنقوم بتوصدقاء في النشاق توفيد من الراحل ونجد أن نحن أن نقوم بتوصدقه في الأداء 30 إلى 45 دقيقة جونزل إن سحوه في القيامة فعل قامت بالقواعد إنه كان المسكوين الجميع في حيات الوصف من vegetal المعالي نحن عند القيامة من إجنبسة المعالي نحن ب��قل جونزل نحن في القيامة كما جونزلان وهم وتداريشها للقواعد من الدقيقة وهم مع الإجيزاء المعالي نحن بالمناسبة Global Business Ventures واحدة من الكينات العالمية الكبرى واللي كونت تحالف كايروهاوس لتطوير مجمع التحرير وليها سبقة أعمال ضخمة ممتدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكمان خبرة كبيرة في مجال تطوير المشروعات الاستثمارية والسكنية والطرفيهية حول العالم وشاركت مع غرفة التجارة الأمريكية وهيئة الاستثمار والتنمية بمشروعات ضخمة بدول الشرق الأوسط ال real estate market in the United States is pretty much saturated On the other hand, there are a lot of opportunities here in Egypt in the real estate sector From your point of view why don't we see American companies come and invest in Egypt? My experience in Egypt has been fabulous and hopefully this will be a catalyst Oxford Hotels hadn't gone out of the U.S. with one exception, I think, in Japan They're extremely excited أعتقد أن تكون مرة أخرى لكي نوصل بشيكا أن نتعرض هذا، منذ قررنا لكي نوصل بشيكا. وأعتقد أن البرمجرد، والعام الأصدر الأمريكي في الجهاز، تظهرين صعبة، وظهرين وظهرين وظهرين، تظهرين وظهرين وظهرين. وأعتقد أنني أعتقد أن هناك كثير من الممكن في الجهاز مثل أنا. أنت تشعر في علماتي أكثر من إبناء أفضل تبقى؟ صحيح. لكنني أعتقد أن هذا سهل. هل نفعل الكثير من الم проدي ضخ een عudi naught collaborative owned communitys en I get an architect like Scott Sarver then they draw up a building I hire a company then build them and we're done Historic buildings take a lot more effort you find things behind the walls and you're always preparing things and fixing things but that's my background we know historic renovation 굉장히 viel effort What attracted you to this project in specific? بأننا هو أجل في الوحد الخارج في العام، في عام تكون قناة هنا. عام أجل سمع لعامل المعاديات في المعاديات في العاملية فيها، حلقة جمع لفعدي عن المعاديات التي أمتزمناه. إذا كان هذا مرحباً من المعاديور، من فرصة من سكانة سواجه، منتحن بسببها حقاً على تلك العدد الموجودة، ولكننام العديد المنظمة بنية منفقين لدينا ودينا جميلة جنوبة ومع theorانين الكثير من المنظمة، ورد الكثير من الليلة ويظهرني أنني كزيد لي اتعاقوا على مدينة مثل Oxfair ومشتريت أحد ولكني تتعاقل منهم ويظهرني للوقت باحتفظات الليلة كانت تحديد مقارنة على هذا الشيخ. لكننا نعلم أننا نعلم كيف يفعل هذا. ومن خلالنا العربية ومن خلالنا عملينا في هذا العالم نعلم أننا نضع مجموعة جيدة ونحن نتوقع أن نعلم أن نعلم المساعدة أننا نعلم أن نعلم أن نعلم المساعدة. بعضهم من المشركات الإنسانية والعضاء من إيجب. نحن المشركات الإنسانية التي تتعلمونها بذلك. ونعلمهم جيداً. ما هي بلوقات المدينة الإيجب؟ كيف تختلفت هذه المدينة؟ لبداية حالة القدرة في المدينة نحن لدينا جيدة. لذلك، لقد تهتمون إلى شخص الممارضينين هنا وقد استطعتنا بإمكانية الإنسان، وهم أتبعاً سواءنا في المدينة كان من دراسة نحن من المدينة، إذا أردت إلى الناس لتعلم أن نعلم أن نستطيع فعلنا نحن كبيراً نحن لدينا جيدة لأن نعلم جيدة جيدة. ونحن نشعر بأنه مهندس مهندس محمد طارق، الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفراقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية تريبل سي وهيتكلم معانا عن مجموعة من الحلول المهمة لمنع الاختناقات المهرورية أثناء تنفيذ المشروع وخطة توفير أماكن انتظار للسيارات في قلب مدان التحرير شركة سي سي أو تريبل سي هي الكنتراكتور بتاع المشروع أو المقاول مهمة مش سهلة خلص محتاجة مشرة جراح الخطة بتاعتكو في الشغل في المشروع هتبقى عاملة زي الحقيقة انه مشروع غير تخليطي ومشروع مختلف جدا عن اي مشروع يكون جرينفيلد في الاول تستلم أرض فضية وتحفره حتى ازاسية طريقة العبنان وانه شطابه مع بعض والكلام بس الحقيقة هنا الاختلاف مش بس جاي في طريقة البنة ولا حيكون في الاسلوب البنة زي ما ساعتك قلت بمشرة جراح ولكن هو يمكن كان الاختلاف جاي اكتر كمان في شكل اللقطع خضي بيحصل ان المالك بيقعد مع الاسشاري بتاعه بيقعده فترات زمنية اللي بأس بيها هيعملوا تصميمات وبعد ما يعملوا تصميمات يبتدوا يطرحوها على المقاولين وياخدوا اسعار وده النموذج الطبيعي والمقاول تقليدي هيا ان الفوشوزي ده ما كاش ده ينفع وكان لازم ان يكون فيه تواجد لكل الاطراف بتاع عملية التطوير قاعدين مع بعض على ترابيزة واحدة بطريقة open وبopen book هنعمل ده زي مع بعض مش عايز النهاردة اكون كاستشاري او كمطور خط افترضات ويجي المقاول بركاته قولي مين اللي قالك ان الكران ده ينفع لازم يبقى فيه brainstorming sessions ما بينكو عشان خاطر توصلوا لاحزن حلول من الاول من اول طريقة التنفيذ حتى كمان اختيار الخماية واختيار الاسلوب بتاع التركيبات كل الكلام ده كان لازم يبقى فيه brainstorming sessions وفيه teamwork موجود ما بين مدير المشروع وما بين الاستشاري الاجنابي والاستشاري المحلي والمخاول ده نموذج عمل مختلف فيه دراسات متأنية احنا بنسعد ان احنا واحدة من الشركات اللي عندها الباك اوفيس ده وبصراحة انه جزء من اطراف عملية التطوير النهاردة عندهم خبر هما كمان في تطوير مباني مماثلة يمكن برا مصر بيخلي الناس دي برضو بتطرح عليك تحديات قبلتها قبل كتر كل الطرق تؤدي لامدان التحرير ومجمع التحرير مضبوط ازاي هتتعاملوا مع الـ traffic solutions او الحلول المرورية للمكان حطين خطة للوجيستيكس في المكان هناك ان شاء الله بالهوردنج بتاع المكان وبرضو فيه تصور ممتاز للهوردنج والطريقة بتاعة الفانسنج بتاعة المشروع لانه برضو انت تتكلم على الأهم من مدان في كمورية مصر العربية على اطلاق يعني لازم يكون الشكل حضاري جدا جدا الدولة صار في تصريف كيل جدا عشان تطور هذا المدان وتعمل فيه شكل جمالي جدا فحتى لو حنشتغل هناك فاحنا عندنا restrictions كتيرة غير لما كنت بشتغل في مشروع في قلب الصحراء وبعمل مشروع بفانس تخليدي او بلا فيه تصور حتى شفتوا حدقة لهذه التفصيلة هذه التفصيلة بتدري سيا كمان حضراتكم اشتغلتوا في مشروعات في منطقة كوندنس زي كده وقدرتوا تتعاملوا معها من جير متى من مشكلة اشتغلنا في مشروعات في مكين كوندنس فيه فنادي كبيرة في قلب القاهرة احنا نشتغل على تطورها النهاردة يمكن معتقدش ان فيه ناس كتير بتخش الفنادي دي وفنادي أوبريتنج وهي تعلم ان احنا بنشتغل في ادوار منها بنعمل رينوفيشن يعني وصبق قبل كده فيه مشروعات اوتيلات قبل كده عملنا لانها رينوفيشن فيه جزء منها كان أوبريتنج وفيه جزء نون أوبريتنج بالعكس انك انت تشتغل في اوتيل في اوتيل أوبريتنج ده صعبة جدا برضو من المشاكل الكبيرة اللي هتواجهكم موضوع الباركينج أو الجراجات هتتعاملوا مع المشكلة دي ازاي اكيد مكان زي ده حيبقى محتاج كم جراجات كبير جد السندوسيا دي لما طرح المشروع ده طرحه عن دراسة وكان جزء من الدراسة دي بعض التصورات لحل هذا الأمر لانه استعاند بمكاتب استشارية ومهزين مكاتب سريحة التصور اول حاجة هتفكر فيها لو تعامل هناك اي حاجة هتعملوا في الجراجات بتاعته مقدارش انسى ان المنطقة دي قراري فيها جراجين كبار جدا جدا تحت الأرض ما بين جراج التحذير وجراج عمر مقر ده جراجين ضخمين جدا في واحد فيهم على بعض أمطار من الموقع وفي واحد تاني في الجهة المقابلة فكر انك انت تعمل تقدر تانتجريد ده كله مع بعضه وده جزء من التصميم لموضوع دلوقتي ايه لي خلي حضراتكم مهتمين بمشروع زي ده زي ما حضراتك بتقول مش مشروع سهل ومن الأسهل ان حضراتك تبتدي على جرين فيلد او أرض فاضية خلص الحقيقة ان احنا من قول ما سيسي سيب تلت شغل في مصر واحنا حالسين جدا ان احنا نشتغل في مشروعات متميزة نحب ان يفق عندنا مشروع ذو بعد تاريخي بالشكل ده ومهم ببلد زي مصر بالنسبة لنا بلد عايزين نستمر فيها وعايزين نتطور فيها وفي نفس الوقت استشعرنا ده في التيم اللي عادنا معاه يعني اول ما بتادينا نتكلم مع الناس وبتادينا نتكلم على شراكة وعلى ان احنا نشتغل مع بعض استشعرنا ان الناس دي رايحة للسكة دي ويفهمها فقلنا طيب يعني نشوف مع بعض احنا ممكن نعمله حضرتك كمان السيئو لشمال افريقيا بالكامل ايه اهم المشروعات اللي شغالين فيها في شمال افريقيا احنا عندنا مشروعين في دولة الجزائر عندنا كان عندنا مشروعات في دولة ليبيا ولكن نظر لظروف سياسية وان شاء الله نعود عن مقريب يعني ان شاء الله لاتسهموا اكتر في تعمير اللي ان شاء الله وكان عندنا ومازال يعني عندنا بطايت ناحية السوق المغربي لان احنا نرفزنا مشروعات متميزة جدا جدا في المغرب وسوق التونسية يعني الحمد لله في البايبلاين عندنا مشروع او اتنين ان شاء الله نفيلهم فوقت قريب بنحاول نتناوع على قد ما نقدر في النهاية حابب اسأل حضرتك ايه هم المشروعات الاخرى اللي حضرتك شغالين عليها المغربي؟ احنا الحمد لله عندنا مجموعة متميزة من المشروعات المختلفة في خطاعات مختلفة عندنا مشروعات في مدينة العلماني الجديدة عندنا مشروعات في مدينة السحل الشمالي في مراسي وعندنا في القاهرة الجديدة وعندنا مشروعات في العاصمة الإدارية بالاضافة لمشروعات انتاج وتوليد كهرباء سواء محطات دورة مركبة او محطات طاقة جديدة متجددة وطاقة شمسية احنا شركة متنوعة جدا في تركيبة اعمالها كمقاوة العامة شركة اتحاد المقاولين لعالمية تريبل سي بتنفذ مشروعات كبرى في دول كتيرة في أفراقيا ومنطقة الخليج وليها سبقة أعمال وخبرة كبيرة بالسوق العقار وده كان سر اختيارها ضمن تحالف تطوير مشروع كايروهاوس في قلب مدينة القاهرة تشاهدون بعد قليل فاريق الجدعان ريليستيت يلتقي ممثلي الشركات المنفذة لمشروع كايروهاوس حيث يكشفون ملامح خطة التشغيل بعد الانتهاء من أعمال التطوير اشتركوا في القناة